تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم في نشرة أحوال التقس من قناة النهار لكي دنجوة مشمسة ومستقرة ستميز أغلب ولاية الوطن مع تشكل بعض الرعود المنعزلة على أقصى الجنوب الجزائري كما سنسجل تراجع طفيب في درجة الحرارة القصوى على أغلب المناطق الشمالية وعليه نسهل نشرتنا الجوبية بصورة القمر الإصناعي والتي توضح لنا تشكل بعض الصحوب الكتيفة نوعا ما على أغلب المناطق الشمالية الشرقية الصحراء الوسطى والجنوب الغربي وعن حركة الرياح لنهار اليوم نرتاقب دائما استمرار هبوب الرياح من ضعيفة إلى معتدلة نسبيا على كل المناطق الشمالية حتى فيما يخص المناطق الجنوبية لن تتعدى سرعة الرياح 30 كم في الساعة وخلال ظاهرة اليوم الأجواء ستكون مغشة جزئيا على كل السواحل الوطنية حتى على المرتفعة الداخلية والهضاب العليا مع تشكل بعض الرعود المنعزلة على شمال الصحراء والواحات حتى على أقصى الجنوب الجزائري تشكل بعض الصحوب العابرة على منطقة بشار لتبقى الأجواء من مشمسة إلى قليلة الصحوب على باقي المناطق الجنوبية مع تطايل الرمال على شمال الصحراء والواحات الجنوب الغربي حتى على أقصى الجنوب الشرقي نمر إلى درجات الحرارة القص والمسجلة خلال ظاهرة اليوم ستصل بإذن الله في حدود 28 درجة على الجزائر العاصمة حتى تيزي وزو نفس المقياس بمعسكر واتي لمسان العامة والبيض حتى منطقة باتنا في حدود 24 درجة على كل من قسنطينة وسطي فوصول إلى منطقة قلمة 26 درجة على عناب جيجل واسكي كده لن تتعدى 30 درجة على وهران في حدود 38 درجة بمنطقة بشار حتى ورقلة وحاسر مل 44 درجة بكل من إليزي وجانات 42 درجة بأدرار 45 درجة كعلم قياس بعين صالح 34 درجة على تيندوف و36 درجة بمنطقة تامنرست وخلال ليلة اليوم نرتقي بإذن الله ليلة هادئة ومستقرة ستميز كل مناطق الشمالية للوطن حتى على المرتفعات الداخلية والهضاء بالعليا مع تشكل لتبقى الأجواء كذلك صافية ومستقرة على باقي المناطق الجنوبية نمر إلى درجات الحرارة الليلية ستصل بإذن الله إلى حوالي 28 درجة ستسجل بعين صالح وأدرار 23 درجة بالنسبة لمنطقة غردايا حتى تيندوف 24 درجة على بشار وورقلا 26 درجة بكل من إليزي وجانت مقاييس ما بين 23 إلى 24 درجة على كل من الوادي وورقلا 30 درجة كعلم قياس بأقصى الجنوب منطقة إنكزام 17 درجة على الجزاء العاصمة حتى وهران 12 درجة ستسجل بكل من الجلفة والثيارة قسنتين وسطيف 15 درجة على تيزي وزو 19 درجة ستسجل بمنطقة الأغوات لن تتعدى 18 درجة على عنابة جيجل واسكيك داو 16 درجة على منطقة قلمان نصل بكم مشاهدين إلى وضعية البحر لنهار اليوم حدو سيكون بحر قليل للإتراب على طول الشريط الساحل ريح راح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية تترابح سرعة ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة وبهذا نختم نشرتنا الجوية شكراكم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله شكرا